موضوع إعادة تدوير النظام وتطبيع العلاقات معه أخذ حيزا من النقاش عالميا حتى وصل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ليعلن عضواني بلجنة الشؤون الخارجية فيه وهما جيم ريتش ومايكل ماكول أن بعض حلفاء الولايات المتحدة تسرعوا في تطبيق العلاقات مع نظام الأسد مؤكدين أن هذا القرار خاطئ بيان أعضاء مجلس الشيوخ أشار إلى أن تطبيع العلاقات مع نظام الآن لن يؤدي إلا إلى استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة مؤكدا على التزام أمريكا بالعمل مع المجتمع الدولي حتى يحصل السوريون على العدالة وهو ما أيدته مجموعة من المنظمات السورية الأمريكية التي رفضت واستنكرت الخطوة الأردنية بالانفتاح على الأسد مدير المخابرات الأردنية أحمد حتقاي قال إن هناك مقاربة سياسية أفضت إلى التعامل مع أمر واقع تجاه السورية لافتا إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه وتأمين حدوده في حين أكد مركز جسور للدراسات أن تطبيع الأردني مع نظام يتماشى مع الموقف الأمريكي ولا يخرج عنه يدور الموقف الأردني من النظام السوري في فلك الموقف الأمريكي أساسا والذي يقوم على مسارين اثنين المسار الأول هو سياسة الضغط القصوى على النظام السوري من أجل أطره على الاتعاد عن إيران وفك ارتباطه بالنظام الإيراني والمسار الثاني هو التنسيق مع روسيا وإعطاء لروسيا بعض الأوراق والمكاسب وفي سياق ما تكشف عن التطبيع الأردني مع نظام ذكر الصحفي الإيراني عباس أصلاني أن الرئيس العراقي برهم صالح هو صاحب الوساطة في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الملك الأردني وبشار الأسد مضيفا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيخطل خطوة نفسها خلال الأيام القادمة ويهاتف الأسد والمعلوم بأن السيسي حليف آخر للولايات المتحدة فهل يتمكن من إعادة العلاقات المصرية مع نظام الأسد على غرار ما فعلته الأردن؟